واللي يأكد ان اعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة ما بين الخامس عشر وحتى الثامن عشر من اغسطس يعني تقريبا احنا نتكلم ما بين يوم الاحد للاربع القادمين هيتم اعلان النتائج الوزير حسن موضوع التظلمات وقال انه رغم اعتماد نظام التصحيح الالكتروني في انتحانات الثانوية العامة لكن باب التظلمات متاح امام الطلاب بعد اعلان النتيجة واشار ايضا الوزير الى ان التصحيح الالكتروني هيقلل من اخطاء التصحيح ومع ذلك فان التظلمات يعني حق كفل القانون لطلاب الثانوية العامة وانه من حق اي طالب التقدم بتظلم طيب التظلمات دي بتقدم امتا؟ فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة هيكون بعد اعلان النتيجة وده بعد سداد مبلغ قيمته 100 جنيه مقابل كل مادة طبعا كلنا لاحظنا الفترة الاخيرة كانت ردد كلام كتير خلال الايمة اللي فاتت عن الغاء تظلمات الثانوية العامة لكن وزارة التربية والتعليم نفت صحة هذا الكلام واكدت على انه لا تراجع عن اتاحة خدمة تظلمات الثانوية العامة 2021 زي اللي بيحصل كل سنة وزي اللي احنا متعودين عليه واكدت كمان على ان ده يعني حق اصيل للطلاب اذا يعني وزير التعليم بيؤكد على ان التظلمات هتكون متاحة امام الطلاب مباشرة بعد اعلان النتيجة رسميا وكالمعتاد زي اللي بيحصل كل سنة وبالتالي هيكون من حق اي طالب انه يقدم هذا التظلم وبيكون مقابل سداد مبلغ قيمته 100 جنيه مقابل كل مادة طيب خلونا بنا نروح لنقطة تانية مهمة هي ان الوزارة حسمت كمان مصير الطلاب اللي تم ضبطهم خلال عقد امتحانات الثانوية العامة بعد تصوير اسئلة واجوبة واكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم انه هيتم حق بنتيجة الطلاب وحرمانهم من امتحان الدور الاول واللي انتهى في الثاني من اغسطس الجاري وايضا منعهم من دخول امتحان الدور الثاني واللي مقرر ان ينطلق في سبتمبر المقبل مع حرمانهم من الامتحانات العام المقبل وايضا مع حرمان اللي تم ضبطه بيغش بدون ترويج اسئلة وقوبة من الامتحان في مدة من العام باكمله اذا كان بحوزاته تليفون محمول دون استخدامه ولكن شرع في الغش طيب خلونا نشير لحضراتكم من تاني على اتاحة نتيجة الثانوية العامة هيكون على موقع اليوم السابع طبعا ده في اطار حرص مؤسسة اليوم السابع على تقديم خدمات متميزة للقراء ووقعت المؤسسة عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هينشر اليوم السابع النتيجة بشكل الكتروني عقب اعتمادها من دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الاسبوع المقبل وايضا يعني بيوفر اليوم السابع النتيجة لطلاب الثانوية العامة واولياء الامور برقم الجلوس وحيث يعني يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمي للحصول على النتيجة هيكون فور اعتمدها واعلانها زي ما قلنا اذا يعني زي ما قلنا برضو ان دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكد انه هتعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة ما بين الخامس عشر وحتى الثامن عشر من اغسطس واكد ان كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات وموعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة بهذا الكلام من قريب او بعيد ايضا كانت الوزارة اشارت الى ان مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها يعني مطمئنة تماما مقارنة ايضا بالسنوات الماضية وان الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح ده بيعود لنسبة من حصلوا على اكثر من 90% او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80 و90% كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا واللي خصصناها عن كل التفاصيل الخاصة بالان نتيجة الثانوية العامة وتقديم التظلمات وكيفية تقدمها شكرا لحضراتكم على المتابعة وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم اشتركوا في القناة